بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله مرة ثانية الآن بنركز على القسم الثالث من أقسام اختبار الآيلز وهو قسم الكتابة Writing Synth Writing Section يتكون هذا القسم من مهمتين Task 1 و Task 2 المهمة الأولى مطلوب منك تكتب 150 كلمة والمهمة الثانية مطلوب منك تكتب 250 كلمة خلينا نعرف الآن ما هي أنواع الأسئلة في قسم الكتابة Task 1 طبعا هو باختصار أنه يعطيك بيانات على شكل رسم بياني أو جدول أو خريطة ويطلب منك أنك تحول المعلومات اللي في الجدول أو في المخطط والرسم البياني تحولها على طريقة براقرافات يعني أو على طريقة report تكتبها بشكل تقرير ما يقل عن 150 كلمة ما يقل عن 150 كلمة يجي عن طريق يجي السؤال عن طريق Diagrams Maps Bar chart Line graphs Pie charts Tables وبإذن الله بعد شوي نستعرض معاكم أحد الأمثلة المهمة كنموذج سابق لقسم الكتابة Task 1 من الأمور المهمة جدا واللي كل واحد مننا لازم يكون حذر فيها اللي هو How can I structure my paper الشي المهم جدا في الموضوع أنك تعرف structure حق الورقة كيف يكون كيف مما تتكون كيف أجيب بطريقة صحيحة فأنت لازم تنظم الورقة اللي عندك إذا نظمتها بطريقة صحيحة راح يعني تحصل على درجة عالية لازم التنظيم بداية تنظيم الورقة تجي ثلاثة أمور عندنا أولا الintroduction إنه يكون موجود أنت الآن شفت الجدول اللي موجود أو الرسم البياني هذا فأنت في البداية بتعمل paraphrase للquestion يعني ضروري جدا ما يكون فيه copy-based ما يكون نسخ لسق للسؤال أروح أحطه في الإجابة وأقول أنا جواب صحيح لأنه مجرد ما يشوف المصحح الشيء هذا راح للأسف تنقص الدرجة عندك فأنت لازم تعمل شيء يسمونه paraphrase the question إعادة صياغة للسؤال تاخذ نفس السؤال لكن تغير فيه شوي تغير من الكلمات الموجودة بطريقة ما تخل بالمعنى بطريقة تؤدي إلى المعنى نفسه هذا الشيء الأول الintroduction الشيء الثاني تعمل overview write general overview of the main features تروح تكتب نظرة عامة عن خلنا نقول الأفكار الرئيسية اللي موجودة فكرة يعني كذا كأن تاخذ نظرة عامة تعمل scan كذا على كل الجدول اللي موجودة هذا النقطة الثانية فأنت خلصت opening وخلصت overview تجي بعد كذا تكتب two body paragraphs write in detail about features in a logical way إحنا المو المطلوب منه وهذا من الأسئلة اللي تتكرر هل يا عبد المحسن أنا أكتب كل شيء موجود في الجدول لا مو مطلوب عليك أبدا بل هذا ما يعتبر طريقة أكاديمية بالطريقة اللي هم يبونها في الاختبار طريقة المهمة أو طريقة اللي تحصل فيها على درجة عالية أنك تختار من المعلومات اللي موجودة تختار شيء كذا واضح هذه مثلا في عام 1990 مثلا صار فيه ارتفاع في شيء معين ولكن في عام 2007 صار فيه انخفاض في معدل البطالة مثلا على سبيل المثال فأمت كذا جالس تختار اختيار فقط وليس ما روح أكتب كل اللي موجود في الجدول بطريقة سرد لا هو ما يبغى شيء هذا يبغى تحلل يبغى يعني يبغى تحلب يبغى تلخص ويبغى تكتب بطريقة بطريقة مقارنة ايضا في نفس الوقت واذا تلحت الشيء هذا ولازم تحط في بالك ان البراقراف الواحد يتكون من ثري توفايف سيمتنس فانت عندك قدرة انك تكتب وكل ما كتبت ووصلت للحد المطلوب بالمئة وخمسين كلمة بطريقة صحيحة بطريقة منظمة انا متأكد انك راح تحصل على درجة عالية فتنظيمك للورقة بحد ذاته راح يعطيك الفرصة منك تحصل على درجة عالية introduction paraphrase the question ما تنسى شيء هذا بعد كده تعطي نظرة عامة overview على المين features اللي موجودة في الرسم البياني هذا وايضا اللي موجود في السؤال وبعد كده بتكتب two body paragraphs على الاقل two body paragraphs اللي هو يتكون من ايش اختيارك ل معلومات مهمة جدا ارتفاع انخفاض والله في العام الفلان صار فيه المعدل في الدولتين هذه معدل البطالة متساوي يعني امور بتشوفونها مع المثال التطبيقي أو التطبيق العملي راح تشوفون الفكرة هذه على ارض الواقع باذن الله هذا بالنسبة لتنظيم الورقة اتمنى تكون الفكرة واضحة لتنظيم الورقة نجي الان للنصائح نصائح القسم الكتابة طبعا نحن نخلص النصائح بعد كذا بننتقل لتاسك 2 وبعد كذا بنروح لمعايير التقييم بشكل عام والفقرة اللي بعدها باذن الله بيكون تطبيق عاملي على تاسك 1 وتاسك 2 فانش الله الامور تمام النصائح اللي موجودة عندنا النصيح الاولى write at least 150 words لازم تكتب على الاقل 150 كلمة طيب كتبت اكثر كتبت اكثر ممتاز لكن لا يقل عن 150 كلمة وانا متأكد لو عملنا بنفس شوي الستركتر هذا بطريقة صحيحة راح توصل 150 كلمة واكثر منها الامر الاخر write an overview ضروري لانه بيكون فيه من معايير التقييم اللي موجودة عندك انك تكتب نظرة عامة الفكرة العامة عن الرسم البياني a summary of the information from the graph or chart ضروري الامر هذا يكون في بالك انك تكتب overview الامر الثالث امر مهم وقلناه قبل شوي don't copy the instruction please paraphrase it لا تكتب لا تنسخل التعليمات اللي موجودة عندك في السؤال نفسها تماما نسخ خطأ لازم تعمل اعادة صياغة للتعليمات او للسؤال الموجود النصيحة اللي بعدها analyze and describe the graph or chart حل مع وصف ضروري التحليل والوصف للغراف او الشارت اللي موجود عندك في task 1 فانت تعمل هنا مهارات مهارات التحليل مهارات الوصف مهارات المقارنة هذه الامور كلها من الامور المهمة جدا النصيحة اللي بعدها التركيز يكون عندك على النقاط الرئيسية النقاط الرئيسية في الغراف مهارات مطلوب منك ابدا تكتب كل اللي موجود في الرسم البياني امت المطلوب عليك انك تلخص وتعمل التقرير على شكل مقارنة على شكل تحليلي على شكل وصفي بطريقة علمية وطريقة منظمة وتبين فعلا انك تفاهم انه فيه شي ارتفاع وانخفاض فيه شي متساوي فيه اختلافات كده موجودة امت تذكرها بشكل منظم الامر اللي بعده احيانا نحط في بالنا ان احنا بعد ما تخلص الكتابة تحس انه فيه كلمات كثيرة مكررة وشي هذا للأسف مع كثرة استخدام الكلمة الواحدة استخدامها هذا يقلل الدرجة الموجودة فانت لا حط في بالك دائما فيه شي اسمه سننم يعني خل عندك بعض الكلمات المرادف المرادفات هذه خليها موجودة بحيث منك ام تقدر تستخدمها وبيكون بإذن الله في الملف الذهبي حقنا بيكون فيه ملف خاص او قسم خاص بالكلمات اللي تتكرر الكلمات الشاية والأيضا المترادفات لها الأمر اللي بعده احنا كتبنا شي الآن نكتب عبارة معينة في تاسك وان يقول لك النصيحة use data or يعني numbers to support your description مثل لما تعمل وصف لدولة معينة مثلا إذا كان الرسم البياني عن عدة دول معدل البطالة فيهم مثلا فلا تخلي الوصف فقط هذا كلمات لا لازم تروح تحط فيه أرقام لازم تحط فيه نسب تدعم الشي هذا بحيث أنه يقوي من الوصف الخاص بتاسك وان شاء الله أنه تكون النصائح هذه نصائح واضحة بعد كذا بننتقل إلى تاسك 2 كلم عننا وبعدها بيكون عندنا عناصر التقييم لقسم الكتابة وآخر شي في القسم بيكون عندنا بإذن الله تطبيق عملي على تاسك 1 وط وضروري يكون الورقة والقلم عندك أو الجوال بطريقة لإنت بغاها عشان يصير التدريب عملي ونستفيد كلنا بإذن الله ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر